الليحة يشعرهم بالمسئولية في الحضور أنت عايز 12500 يا سيدي بإذن الله حياتي عشرين بإذن الله إن شاء الله وهو ده التحدي بقى تحدي الأعضاء الأهلي الذين ضاقوا بفكرة أن هم النادي الكبير اللي بيمشي على الليحة التنفيذية أو مشروع الليحة بتاع اللجنة اللومبية لا يليق فأعتقد أن هم في اهتمامهم وتقدموا المقترحات ده معناه أعجزين نيجي بقى عشان نقول إحنا مهتمين بنادينا إحنا اللي حنحط دستوره وأتمنى أن نضرب الرقم القياسي في الحضور بالنسبة للجميع العمومية الخاصة يا رب نتجاوز حتى الانتخابات إن شاء الله الجمهورية الدكتور فاروق العوة ده في الجمهورية ردود مجلس الخطيب مرفوضة والحقيقة الإعلام الرياضي دايماً ما بتحكمه فكرة شميعنا الأهلي يعني لما يحب يتكلم عن مشكلة في الزمالك لازم أن يدور لها على حاجة في الآله علشان يحاول يبدو متوازن مع أن المسألة مش كده خلص ممكن الأهلي تبقى فيه مشكلة الزمالك ما عندوش هذه المشكلة أو العكس الزمالك عنده مشكلة مش بالضرورة أدور للأهلي على أي مشكلة علشان أسنت بيها نادي الزمالك عنده مشاكل إنعاقات جمعية عمومية عليها خلافات كتيرة لجنة أولمبية رفضتها الوزارة قالت كلام في النهاية في قصة كبيرة أوي أوي وإتحاءات في النيابة مستمرة وناس أخذت أحكام أو قرارات حبس يعني في النهاية في مشكلة كبيرة موجودة ربنا ينقذ نادي الزمالك من كل المشاكل ويمارس دوره الرياضي مش بالضرورة لما جرنان عايز يتناول شأن الزمالك فيدور للأهل كمان على أي حاجة ده ما تكلمش على الزمال ده تكلم على الأهل على الأهل فقالك اللاجنة الأولمبية قالت إنه ردود مجلس الخطيب مرفوضة الأهل رقم واحد هو اللي كان طلب لاجنة من وزارة الشباب والرياضة من أيام المهندس خالد عب عزيز تيجي تراجع الأموال الخاصة بالتبرعات للنادي ويتأكد مسؤوله هذه اللاجنة إنه أوجه الصرف كانت قانونية وسلمة وفي الاتجاه المراد ليه جات اللاجنة في عصر الدكتور أشرف صبحي ومشفوعة بأعضاء من الجهاز المركزي للمحاسبات مرسد دورها التفتيشي على أكمل وجه خرجت بإشهادات كبيرة جدا على دقة وسلامة الموقف المالي للنادي وبعتت ملاحظتين للنادي ملاحظة إنه النادي كان لازم يأخذ تبرع يأخذ موافقة الأول على قبول تبرع أجنبي قبل ما يقبله وقالت إن الفلوس الخاصة بمكافآت اللعيبة بتاعت الفوز بالدوري كان لازم تدخل حساب النادي عشان يتخصم الضرائب من عليها طيب النادي رد قانوني بشكل بسيط جدا وبعت الرد لوزارة الشباب والرياضة والرد منطقي جدا ومتكامل نيجي النهاردة عشان نقول إنه زمالك فيه مشكلة يبقى ردود مجلس الخطيب مرفوضة طيب ده حصل ولا ما حصلش الأول هل وزارة الشباب بعد تتدار؟ ما أعلنتش الوزارة كده خلص طيب الوزارة أعلنت ملحوصتين تم الرد عليهم بخطاب لسه الوزارة ما أعلنتش لكن عالم مراسل جاميري ممكن له حد في الوزارة هو دي حط الأهل قدام زمالك عشان تخلص مشكلة بس هي دي هي دي رغم أن الأهل فيه حتى في وزارة الشباب حاجة يعني بيصرب الأخبار دي ما هو بتاع المراسل ده هجيب الأخبار دي من إينا أستاذ برايم؟ من عنده؟ سهلة جدا أن وزارة تطلع تنفي طب يعني؟ ما حصلش تعليق من عندنا ما حصلش تعليق على الأخير لكن يطلع يتقال إن وزارة الشباب قالت مع أنه الردين كانوا أو الملاحظتين شكليتين والرد عليهم قانوني كمان لأنه الملاحظة الأولى أنت ليه ما اخترتش الجهة الإدارية بقبول التبرع؟ من أجنبي النادي المنطق الشديد جدا سعت قبول هذا التبرع كان المستشار توركي قال شيخ له قرار مجلس إدارة سابق إنه رئيس شرف النادي أنا فاكر قرار مازال يعني هو المجلس وزارة ما سحبوش أنت عندك كمان أنت كوزارة عندك هو تنازل بس عشان إيه؟ الحتة دي يعني الوزارة تعاملت على أساس أنه لا يوجد صفة دلوقتي فاهمني؟ لكن أنا وقت التبرع كان له صفة الرئاسة الشرفية وكان مجلس الإدارة مخترا بمحضر الجلسة اللي موسبت فيها أجل مجلس الإدارة حط التبرع في جلسة مجلس الإدارة لمحطوش والمحضر ده بروح الوزارة وراح فعلا الوزارة لما رحش ما هو ده الإختار؟ صحيح؟ هو ربما أنه ده كان في عصر الدكتور اللي هو بعد كده خرج وبقى مدير نادي الزمالك أو مسؤول نادي الزمالك طيب ماشي كلام مفسر نفسه هنرد نقول إياس ما هو الأستاذ محمد يقولهم هو هو اللي أفسد الجمعية العمومية بتاعت النادي الأهلي وقال لك تأسل الوزير أمرنا أما بقوله لماذا بتبني على باطل هل الجمعية العمومية كانت تجراتها غلط قلت له ما قلتش للوزير ليه قال على الهوى وأنا مع الأستاذ أبرين فيهاي قال أنا بلغت الوزير بالوزير أصر الناتك تهتم اللي انت خبت طيب طيب أيضا لأهرام المسائل أهلي يتضرر منشور